أهلا بك العزيز الأستاذ سامي والمشاهدين إذا سألتم نتنياهو عن الوضع سيقول كل شيء تحت السيطرة سيقول أنه هو هو أبو الأمن لشعبه وأبو السلام للمنطقة كلها ولكن صحيفة آرد صلاح خاصة اليوم قالت عام من صفرات الإنذار في إسرائيل كذائف، صواريخ باليستية، طائرات بدون طيار من غزة، لبنان، إيران، اليمن، العراق وسوريا منذ 7 أكتوبر 24 ألف 24 ألف إنذار بشأن إطلاق صواريخ وكذائف من غزة، ولبنان، وإيران، واليمن، والعراق، وسوريا هذا طبعا لم يذكروا أيضا الجبهة الضفة المشتعلة وما حدث عن حدود الأردنية جاءت أعنف النيران من الجبهة الشمالية من حزب الله ولكن أيضا هناك آلاف الصواريخ أطلقت من غزة بالمناسبة آلاف الصواريخ أطلقت من غزة وما زال هناك صواريخ أخرى تطلق من غزة قبل أيام صواريخ أطلقت من غزة عددها قليل لم تترك خسار على الأرض في إسرائيل ولكن الفكرة بأن هناك صواريخ ما زالت أطلق من غزة جاء فيها آرتس ب13 نيسان كانت أول مرة تهاجم فيها إسرائيل بتاريخها بـ 300 صاروخ باليستي وطائرات مسيارات طائرات وصواريخ 300 وما بعد طبعا يقصدون رد إيراني الأول بالأول من أكتوبر يعني رد إيراني الثاني هجمت إسرائيل بـ 181 صاروخ باليستي اعترض معظمها ولكن أيضا تم تسجيل ما يقل أو ما لا يقل عن 30 إصابة في قاعدة نباطيم العسكرية وضربات أخرى في قاعدة تلنوف بالإضافة إلى ضربة قوية شمال تل أبيب على مدار العام حوثيين وأيضا من العراق عشرات الصواريخ من نوع كروز وطائرات بدون طيار هذه ضربت باتجاه إيلات بالأساس من اعترضها مش إسرائيل إنما السفن البحرية الأمريكية بالبحر الأحمر بعضها الكبة الحديدية من قام باعتراضها وفي أرقامها آرتز قتل 39 شخص بصواريخ وكذائف فيهم جنود وفيهم مدنيين نصف التسعة وثلاثين يعني تقريبا عشرين قتلوا في ذلك اليوم 7 أكتوبر 15 إسرائيلي آخر غير التسعة وثلاثين معظمهم جنود قتلوا بالطائرات المسيرة أربع منهم رأينا أمس الطائرات المسيرة إما من لبنان وإما من العراق بالأساس بالإضافة إلى تذكرون طائرة يافا كتل فيها المواطن الإسرائيلي على شواطئ يافا تمام هاي الحقائق الحقائق الأرقام حسبها آرتز هيا إلى صحيفة دعوت أحرنوت كاتب اسمه بنيا الشاي هنا بقول بالنسبة للطائرات المسيرة لا حل في الأفق قريبا إسرائيل لن تجد حل الطائرات المسيرة مع أنه اليوم جلنت قال بأنه نعمل على إيجاد حل الطائرات المسيرة بعد عام يقول هذا الكلام يدعوت بقوله مؤقتا في الشحة الكريمة مثلا طائرة أمس التي انفجرت أثناء تناول طعام العشاء في غرفة الطعام كتل أربع أصيب سبعين جندي هذه مشكلتها بأنها غيرت طريقها على الطريق غيرت ارتفاعها أيضا يعني المسار تغير الارتفاع تغير وأيضا انتظرت انتظرت بعض الوقت ثم أكملت طريقة لذلك يصعب اكتشافها صناعات الجوية الإسرائيلية تحاول كل الوقت أن تجد حل هذه المسيرات بقوله اللي بنتجها إيران تنتجها وبتعطيها لحزب الله مع أنه كمان قرأت بأنه قد يكون لدي حزب الله بدعم إيراني طرق لكي ينتجها محليا داخل لبنان مشكلة هذه الطائرات بالنسبة لإسرائيل بأنها تستطيع أيضا تجاوز التشويشات على نظام الجي بي اس واللي هو نظام أن تكشف الطائرة موقعها في الخارطة على الرغم من أن الحرب في أوكرانيا مستمرة حسب يدعوت من حوالي ثلاث سنين ولكن يدعوت بتقول للروس وللأوكرانيين قدروا بإنه نلاقوا حل المشكلة المسيرات يعني بقولوا إذا روسيا ما قدرتش بعد ثلاث سنين روسيا وإيران وأوكرانيا ما قدرتش وأمريكا بظهر أوكرانيا إذن من الصعب أن تستطيع إسرائيل أن تحلل المشكلة الآن في إسرائيل يكونون 80% من الطائرات المسيرة قمنا بإسقاطها هذا معناه 20% لم يقوموا بإسقاطها سؤالين أول هل سيبكر وضع 20% ثم ما هو نوع الطائرات التي قاموا بإسقاطها هل طائرات متطورة كالتي وصلت أمس إلى وادي عارة أم نوع آخر من الطائرات أنتقل للفيديو الأول إذن منذ ليلة أمس وكل الليل وصباح اليوم وخلال اليوم ومساء اليوم كل الوقت يسألون كيف أفلتت من الطائرة الثالثة التي قتلت أربعة جنون أولاً وقبل كل شيء المحلين في كناة 13 وكناهات أخرى متفكين أن حزب الله بدأ يفيك من الضربة التي وجهت له يعني من ضربات البيبر وضربات اغتيال قيادات حزب الله حتى الوصول للأمين العام لحزب الله وضرب مخازن وفوهات لإطلاق الصواريخ الآن بدأ يقوم في محلل في كناة 13 قال جملة ملفتي قال كما أننا نحن الإسرائيليين بعد 7 أكتوبر احتجنا لبعض الأيام كي نقوم من الضربة عشان نصحصح أيضاً في حزب الله احتاجوا بعض الأيام كي يقوموا ونرى الآن بأنهم يقومون يستكون من جديد خلال الأيام الأخيرة ملاحظتين الأولى بأن جلنت قال أمس قبل تفجر الطائرة بسويعات قليلة بأننا ضربنا ثلثين قوة حزب الله الآن نرى الأمور مختلفة أو لا يوجد ما يصدق ذلك أو يتلاءم مع ذلك على أرض الواقع والأمر الثاني أمس قيل في تحليلات بأن القيادات القديمة لحزب الله اللي تم اغتيالها إسرائيل على الأقل كانت تعرف من هؤلاء الآن هناك قيادات قد يكونوا بالنسبة للإسرائيلين أشباح بمعنى قيادات لم يعلن عنها عند حزب الله تدير المعركة ولا تعرفها إسرائيل نعود للطائرات الثلاثة أمس الهجوم أمس كان متزامن ما دروس من حزب الله بقوله بأنه الطائرة اسمها الصياد 107 الإيراني مزودي برأس حربي بين ثلاثة إلى خمسة كيلو على الأغلب حزب الله هذا مهم برمجها مسبقا للوصول إلى هذا الهدف وفي هذا الوقت فنشوف كيف يتحدثون عن هذه الأسئلة كمشكلة وكما رأينا الهدف مباشرة غرفة طعام داخل قاعدة عسكرية والوقت مهم أثناء تناول وجبة العشاء القصة بأنه من حزب الله أطلق ثلاث مسيارات مسيارتين لما وصلتها إلى منطقة عكا تم اعتراضهما في هذه اللحظة الطائرة الثالثة على ما يبدو انتظر انتظرت لن تنطريق مع الأولى والثانية ولما تم اعتراض الأولى والثانية بس لما تم اعتراضهم أجملت الطائرة الثالثة طريقها عن طريق عكا والخليج وحيفة حتى وصلت إلى وادي عارب في سلاح الجو لما فقد الاتصال مع الطائرة الثالثة ظنوا أنها انفجرة فأكملت طريقة دون أن يعترضها أحد دون أن تثير شكوك أحد ودون أن تفعل صفرات الإنظار حتى الطائرة حسب كانت 13 اختفت لمدة 20 دقيقة بعدها ظهرت لدقيقة واحدة في منطقة وادي عارب على فكرة بعض الناس مواطنين عاديين رأوا الطائرة واتصلوا بالشرطة تخيلوا الناس رأوها بالعين المجردة والكبة الحديدية وصفرات الإنظار لم تكتشفها بعدها عادت وظهرت لعشر دقائق يقولون يعني بعد ثلث ساعة وعشر دقائق نص ساعة ثم دخلت غرفة الطعام وانفجرت الآن الشيء الملفت بأن السلاح الجو أصدر تعليمات أن المرة القادمة إذا اختفت طائرة عن الرادارات يجب أن نفرض بأنها اختفت وليس تحطمت ذاتيا هذا يعني المرات المقبلة ستفاعل صفرات الإنظار بمناطق أوسع لمدة أطول وبعضها قد يكون إنذارات كاذبة مرة كالة في طائرات مستيرة دخلت تبين أنه صرب طيور صرب طيور الآن ما حدث أمس زاد من الحساسية وسيزيد من حالة الكلك تنتشر عندما يرون طائرة دخلت كان 14 عرضوا مقطع لواحد يميني بعرف شوية عربة يسمي حلو خبير بالعرب اسمه مردخاي كدر كان في مناظرات سابقا معه بينه بينه تستطيعوا الرؤية المهم سأل كيف عرفوا في حزب الله أين غرفة الطعام وأين وأي ساعة يتناول الجنود العشاء تحليله بكل غرفة الطعام عند الجيش مرات بيجيبوا أشخاص من خارج الجيش لكي يستلموا موضوع طعام الجنود داخل القاعدة بقول قد يكونوا تحدثوا هذا قال لهذا وهذا قال لهذا كان 13 سخروا منه بطريقة ما قالوا يقصد بأن بيننا عملاء ماذا يقصد عرب مثلا يعملون لإيران ولحزب الله هم الذين قالوا لحزب الله اسمع هنا تقع القاعدة العسكرية وهذه المنشأة عندون كل المنشآت هي غرفة الطعام وفي الساعة كذا يكون وقت العشاء يعني يلمح بهذه الطريقة مردخاي كدار سؤال إذا بصدقه ولكن ما هو أكيد هذه الأسئلة موجودة مش مهم إذا الجواب كيف جاوب مردخاي كدار ولا لا ولكن هذه الأسئلة طبعا موجودة هنتقل للفيديو الثاني نتانياه اليوم وصل وصور فيديو في القاعدة العسكرية إياها التي كانت وصلتها أمس قبله الطائرة التي انفجرت قال يجب أن نواصل ضرب حزب الله في كل لبنان بما يشبل بيروت ليه بقول ما يشبل بيروت لأنه أمس بعد من فجلت الطائرة فجأة ظهر خبر في الإعلام العبري بأننا لم نضرب بيروت منذ عدة أيام وبأن ذلك بطلب من بايدن بايدن قال للمنتانياه لا تضربوا بيروت الآن وتلقى بيب تعاونت مع الوضع ولكن ذلك ملاحظة مهمة المحل عسكري في كانت 13 قال بأنه فحص الأمر مع جهات في الجيش باختصار قال الجيش هل طلطتهم من نتانياه أن تضربوا أهداف في بيروت خلال الثلاث أيام الماضية منذ محاطة بايدن ولم يوافق عليها نتانياه الجواب كان لا يعني الجيش هو هو لم يطلب ضرب بيروت في الأيام الأخيرة ومش نتانياه قال لا تضربوش لأنه تعهدت لبايدن كما أذيع أمر آخر نتانياه اليوم أيضا في فيديو باللغة الإنجليزية قال لكوات اليونيفل بأنهم قد يواجهون خطر التعرض للنيران الإسرائيلية إذا لم يخلوا أماكنهم بشكل مؤقت مؤقت نتانياه يهدد كوات اليونيفل يهدد الكوات العالمية بخطر لا ربما بيكون لنصبك النيران الإسرائيلية نتانياه خايف عليهم نتانياه يهددهم بشكل مباشر وأنا تفاجأت أليس هو نتانياه الذي يقول دائما وحكومته وإسرائيل بأنه ضرباتها دقيقة ومدروسة وجراحية ولم يصيبوا إلا بشكل دقيق إذا يصيبوا بشكل دقيق ليه خايفين على اليونيفل اللي بخاف على اليونيفل هو اللي بطرب عشوائي حسب أكوالهم مش هني تهديد مباشر الفيديو الثالث كل مردخاي كدار يحلل بأنه ربما عربي يتجسسون اليوم الشباك ينشر مرة أخرى بأنه شخص يهودي وزوجته من رمادغان رمادغان هاي قريبة جدا جدا على تل أبيب الزوج عمره 30 سنة الزوج عمرها 18 عملا كمخبرين عند إيران وكل إيران طلبت منهم إحراق سيارات كمرحلة أولى أنا تفاجأ تفاجأ مخابرات إيرانية تطلب إحراق سيارات بتل أبيب شو بدأ بهالعمل المقاوم هذا عمل مقاوم إحراق سيارات في تل أبيب عرائي أنه أحرقوا سيارات بالمناسبة هذه ليست أول مرة يقولون أن مواطن إسرائيلي يهودي جندته إسرائيل موقاب الأموال لهدولة 2 وزوجته كانوا ندفع لكم حوالي 150 ألف دولار قبل أسابيع أيضا شخص يهودي كبير في السن طلب مليون دولار أعطوه 5000 دولار بالآخر يعرضون عليهم الكثير من الأموال حسب كنات 24 بالعبرية أنهم طلبوا منه بإيران أن يكون بقدر شخصية مهمة لم يعلنوا عنها طعنا ولكن الشخص المخبر قال الإيرانيين أنا كنت قنص بالجيش فبالتالي أقترح أن أقنصه من بعيد الإيرانيين قالوا له روح جيب سلاح للقنص واصل معنا بعدين ومنعطيك المئة وخمسين ألف دولار وهنا تدخل دولار وهنا تدخل الشباك وقام باعتقاله الفيديو الرابع هذا هو الناطق باسم جيش الاحتلال هكياري اليوم بجانب صورة الأمين العام التي قامت إسرائيل باغتياله حسن نصر الله ويقول بأنه داخل نفق في الجنوب اللبناني لا يقول اسم القرية عادة أول شيء كان يعلن عنه في غزة وجدنا هذا النفق في هذا المكان في لبنان بقوله وجدنا النفق في قرية ما كل وشوين عمق النفق 800 متر أو طوله عفوا واضح نوعه سخري فبالأغلبهم متصور في منطقة لبنان مش رملة منطقة غزة يقولون داخل النفق هناك الكثير من الطعام الكثير من الأسلحة هذا الرجال النارية هكاري بقول أنه المكان أعد لهجوم مشابه للسابع من أكتوبر وأظهر بقول حتى هناك لحوم داخل البردار والهدف كان يجو قوى الرضوان ويهاجم بلدة كريات شموني بالمناسبة اليوم ثلاث صواريخ أيضا أرض أرض انطلقت من لبنان اتجاه منطقة المركز في ساعات النهار تم اعتراضها ولكن أوجدت حالة من الذعر وأيضا في مطار اللت حوالي 100 كذيفة أخرى من لبنان اتجاه الجولان والجليل الأعلى وحتى الجليل الأسفل وكريبا من حيفا الآن بالنسبة للضربة الإسرائيلية على إيران اليوم المعلومة الجديدة بأن نتنياهو قال ستكون قوية قبل أيام جلانت قال ستتحوي أساليب إبداعية جديدة اليوم قالوا قد تكون الضربة لعدة أيام بمعنى أنها لن تكون ضربة واحدة لمرة واحدة اليوم أيضا في ساحة متأخرة تم الإعلان عن قتيل جندي رابع قتل أمس أعلنوا عنه اليوم يعني ثلاثة أمس وواحد هذا اللي قتل في جنوب قطاع غزة طيب انتهت الفيديوهات لاحظتم شيء الناس الذين يصرخون أمس يحركون داخل الخيام في غزة في مستشفى شعضاء الأقصى طبعا رواية الجيش جاءت قصفنا بشكل عيني محدد جدا جدا لمنا مس مواطنين أو حولنا عدن مس مواطنين مسلحين من حماس كانوا يخططون هذول اللي قالوا قضينا على اللواء الأخير لحماس قبل حوالي شهر هذه المشاهد رأها العالم رأها كل الناس رأها بشر بشر يحركون يحركون ببث حيمة وباشر وهم على قيد الحياة الإعلام الإسرائيلي اليوم تجاهل ذلك تجاهل ذلك بالمطلق وكأنه ما رأى العالم لم يروا هم ولكن أنتم ممنوع أن تتجاهلوا من يؤيد الإنسانية البشرية على وجه الأرض ممنوع أن يعتاد المشهد من الخيانة أن نرى الأبرياء الأطفال النساء يقتلون ونعتاد المشهد وتذكروا بأنه لكل ليل آخر مهما بدى من غير آخر راكم غدا على أخبار أفضل بإذن الله بسيطة مرد ترجمة نانسي قنقر بسيطة مرد